اشهد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بالمشاركة الشعبية الكبيرة في الاحتفالات التي تشهدها مختلف محافظات مملكة البحرين احتفاء بالعيد الوطني المجيد والتي أكدت الحب لهذه الأرض والمشاعر الوطنية الصادقة التي يكنها شعب البحرين الكريم للوطن وقيادته رافعا سموه أسمى التهاني وتبركات لقيادة البلاد الحكيمة داعين الله أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها أمنها واستقرارها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى جاء ذلك لدى حضور سموه الحفل الذي أقيم تحت رعاية سموه في منتزه خليفة بن سلمان آل خليفة بمحافظة المحرق بمناسبة عياد المملكة الوطنية المجيدة وعرب سموه عن سروره بمشاركته أهالي محافظة المحرق هذا الاحتفال الذي تم تنظيمه لهذه المناسبة العزيزة منوها سموه بحسن التنظيم والعداد لهذا الاحتفال شاكرا سموه كل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية وفي بداية الاحتفال ألقى السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق كلمة رفع فيها أسماء آيات التهاني لقيادة البلاد بمناسبة أيام الوطن المجيدة داعين الله أن يحفظ مملكة البحرين ويحقق لها وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والتقدم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى معربا عن شكري وتقدير محافظة المحرق لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على رعاية سموه ومشاركته أهالي المحافظة هذه الاحتفالات الوطنية كما ألقى العميد زهير العبسي نائب محافظة المحرق كلمة قال فيها إن احتفالنا في هذا اليوم هو امتداد لأعراسنا الوطنية ونجاحات متعاقبة على كافة الأصعدة وهي أيضا مواصلة لأيام المحرق المفعمة بالوطنية والولاء للوطن وقيادته الحكيمة وخلال الحفل تم إلقاء عدد من القصائد الشعرية التي عبرت عن أسماء معاني الوفاء للوطن وقيادته وتقديم أغنية بهذه المناسبة والعرضة البحرينية بعد ذلك قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة يرافقه السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة ومحافظ المحرق وعدد من المسؤولين بالمحافظة بجولة في موقع الحفل اطلع خلالها على مختلف الفعاليات المشاركة في هذه المناسبة الوطنية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر